السلام عليكم جميعا احلى مشاهدين صديقاتي اصدقائي اعزائي الغاليين لابس عليكم كنتم تكونوا مزيانين بخير وعلا خير وطلقاكم هادلا فيديو في احسن الاحوال ان شاء الله وانتم ما كنتم تعو بأوقات سعيدة في الفيديو ديال هاد النهار را نقدم لكم العجين ديال البيتزا بخطوات وسيطة ومبسطة وشرح واضح وكذلك هاد العجين كيجي اقتصادي ما فيش كترة المكونات وكترة المقادر وانما في متناول جميع يعني كي تقام لنا ارخيص وكذلك ناجح جدا تبعوا معي لو فيديو باشتفوا المكونات المقادر وطريقة التحضير اول خطوة غندرها غناخد كاس من الماء الدافئ كاس ديال العنباء من الماء الدافئ كنفرغوا في هاد الاناء او في هاد زلافة ديال الزجاج ثم كنضيف عليهم ملعقة كبيرة من السكر سكر حبيبات كاس ديال الماء كنزيد عليه ملعقة كبيرة ديالسانيدة ثم ملعقة كبيرة من الخاميرات الفورية خاميرات الخبز هاد الخاميرات حبيبات كنخلط المكونات جيدا وكنخليهم جانبا حتى كتبدأ ذيك الخاميرات كتختمر لنا يعني حتى كيختمر هاد المحلول تقريبا كنخليوه شي خمسة دقيق وبالنسبة للدقيق اللي غادي نحتاج ليه عندي 400 قرام ديال الدقيق ديال الفرس ما يعادل أربعة ديال الكؤوس ديال العنبا ديال الدقيق الخاص بالحلوية أربعة ديال الكؤوس ديال العنبا وكاس واحد ديال فرس ملعقة فرس وكاس واحد ديال الدقيق ديال الفينو يعني في المجموعة تقريبا عندي أشي 500 قرام ديال الدقيق ثم نضيف القليل من الملح نصف ملعقة صغيرة من الملح والملح كي يبقى على حسب الدوق يعني يقدروا الكيميا اللي يبغيته وعندي هنا ياربع كاس ديال زيت الزيتون وكننخلط شوية هاد المكونات هاد العناصر اللي عندي في هاد الإناء كننمزجهم شوية ثم كنناخدو ذاك ديال الخميرة اللي كنا نخلطناها مع السكر قبيلة في واحد الكاس ديال الماء كنناخدوها بعد ما اختمرت لنا كتشوفوا الاسميتو كتشوفوا الشكل ديالها كيرجح كنضيفوها ذاك الخميرة الى الإناء اللي فيه الدقيق وكان عجن كان نمزج المكونات جيدا يعني كان عجن بحال كي ما كان عجن أي عجين ثم كنضيف كاس من الماء كاس ديال العنباء من الماء الدافئ هاد الشي اللي غال نحتاج ليه ديال الماء فقط ذاك الكاس الدول اللي درنا فيه الخميرة ثم الكاس تاني اللي عجلنا به العجين ديالنا يعني في المجموع جوج كؤوس ديال العنباء من الماء الدافئ كنعجني العجين ديالي كندلكها فق سطح العمل بعد ما كندلكها واحد شوية كنرجع للإناء وكنغطيها بالبلاستيك الغدائي وكنخليها ترتاح ترتاح لينا حتى كي تضاعف الحجم ديالها بين ربوع ساعة وعشرين دقيقة عفواً يعني بين خمستاشر دقيقة وعشرين دقيقة كنخليوها كترتاح وبعد ما رتحت لنا العجين ديالنا كنناخدوها طبعاً كنخرجها من الإناء وكنبسطها شوية باش كنخرج منها شوية ديك الخاميرة يعني كنندلكوها شوية بهذا الشكل هذا غير واحد شوية ثم كنقسموها إلى إلى قطع طبعاً كنقسموها أجزاء صغيرة تقريباً نحاولو نديروهم متساويين والعجين ديال البيتزا أنتم اللي عارفين تديرو أحجام متساوية أحجام مختلفة يعني الأحجام على حسب الدوق تديروهم قد قد لا شي كبر من شي مشكل مهم العجين كيكون ممتاز والعجين كيكون ناجح ومناسب للبيتزا هذا هو المهم صافي بعد ما قسمت ديك العجين رجعتو كوريات بحال كي ما كتشوفوا معي تقريباً في نفس الحجم صافي كنندلكهم كنبسطهم فوق سطح العمل دائماً كنرش واحد شوية ديالتقيق فوق سطح العمل باش ما كتلتساق لنا العجين ديالنا كنندلك كل لوحدة على حيدة كنبسطها على حيدة كنرجع بحال الخبزة صغيرة كنستمر في هاد العملية هدي حتى كنسى لي كل شي ذوق الكوريات ديال العجين اللي عندين دائماً نفس طريقة كنناخد شوية ديالتقيق كنرشوا في سطح العمل ثم كنبسطوا الكوريات بذك المدلك وبعد ما كنبسطهم كاملين كناخد طاوة او الصينية اللي غاد دخل الفرن كنرش عليها شوية ديالتقيق ديال فنو وكنوزع فيها هاد الخبيزات ديال البيزا وبعد ما كنعمر الصينيات ديالي كناخد هاد الخبيزات هادو وكننتقبهم بشوكة كنناخدو الفرشيطة او الشوكة كنديرو هاد توقو به هادو باش اللي دخلناهم الفرن ما ينتفخوش لينا مايبقوش يطلعو لنا في الفرن وفي هاد القاتنا انا كنتدرت الفرن ديالي كيسخن على 180 درجة بعد ما كنتقبهم به هاد الشوكة كندخلهم الفرن كيطيبو نسك طيبة فقط يعني كنرقبوهم باش ما كيفوتوش المستوى ديال طياب يعني كيطيبو نصف طيبة وكننخرجوهم وبعد ما طابو لنا نصف طيبة خرجناهم الفرن وهذا الشكل ديالهم جاوزونين تبارك الله ما شاء الله وزالين عجين ديال البيتزا ناجح جدا بمكونات سهلة وبسيطة وبمقادر يعني اقتصادية في متناول الجميع قدمتها لكم بطريقة مختلفة بطبيعة الحال كان بزاف ديال طرق باش نحضر العجين ديال البيتزا ولكن انا فضلت هاد طريقة هدي لانها ما فيهاش مكونات كثيرة وكتجيد كتقا مرخيصة يعني ماشي غالية وفي متناول الجامع والاهم من هاد شي انه هو عجين ناجح جدا مجربوه وغادي تشوفو كيجيزو يون في البيتزا تبارك الله عجين لين هرط وما قاسح ما حتاشي حاجة ويمجربوه وغادي تشوفو ان شاء الله كانت هدي الوصفة ديال هاد النهار وكان هذا الفيديو ديال اليوم العجين ديال البيتزا بطريقة ناجحة ومبسطة ومكونات اقتصادية وطريقة سهلة جدا كانت منينا لاعجاب ديالكم متنسوش اشتركوا معايا في القناة اللي عجبكم محتوى ديال القناة محبابكم معايا متنسوش الاشتراك في القناة تفعيل زر الجرس ودعموني باش نقدم لكم مزيد من الوصفات ان شاء الله